السلام عليكم مرحبا بكم معي نتمنى تكونوا بخير وعلى خير وفي صحة جيدة اليوم ان شاء الله سنقدم لكم السفة الشعرية على طريق لالهربحة طبا خلي كان سبق ليه ونزلت الفيديو ديالها هنا الاعجاب ديال لكثير من الاشخاص وكثير من الاخوات جربوا الطريقة هادي ونجحت معهم مئة بالمئة ونتمنى انكم تنتم تجربوها وتنال اعجاب ديالكم اليوم سنقدمها لكم بطريقتي فاول شيء كان ناخده السفة الشعرية عندي تقريبا 1-700 جرام اللي وضعت فيها جوج ملايق كبيرة من زيت نباتية وتندهنها مزيان بالزيت ثم غدي نجيب واحد الكسكات اللي غني نوضعها فيه طبيعة الحال انا وضعت الماء في الطنجرة تغلي ونحطها يعني كتفور 31 دقيقة فاول فورة لازم تفور تقريبا 30 دقيقة ونرجع معكم ونضع فوق النار والنار بعد ما فهر اسم مزيان سفة ونضعها في إناء ثم غسلها بالماء بارد فقد نضع فوق منها كمية كبيرة من الماء ونقوم بالغسل ديالها بالماء البارد فانهنا سبعت الخطوات ديال للا رابحة كما هما كيف ما اعطا لكم في الفيديو السابق القديم فأنا نخلي لكم رابط الفيديو اللي بغي يدخل يشوف الطريقة ديالها هي في التقديم وسنقوم بنغسل ديالها على الشكل في نفس الوقت نغسلها وسنحلها شو ما غني نوضعها في الكسكاس غني نستقطرها في الكسكاس شو ما غني نستقطرها في الكسكاس وسنقوم بنغسلها حتى تستقطرها في الكسكاس وسنقوم بنغسلها حتى تستقطرها جيدا وتنشف من الماء ثم نضيف لها الملحة حسب الضوغ وحسب حتى الكيمية واش كتيرها ولا قليلة وسنضيف واحد جوج معها لق كبار من زيت نباتية بالنسبة لها الزيت فما نخافوش من نوراتين زيل في الطنجرة رمتي بقاش في فاعد راك ينزل في الطنجرة على الماء وقد ندهن مزيان صفة او الشعرية كما كتشوفو راية محلولة يعني ما كتحتاج اننا نقوم نحلوها سوف نضعها في الكسكاس وسوف نردها فوق الطنجرة كتغلي حتى 15 دقيقة سوف نعطيها حتى 15 دقيقة أخرى ونرجع معكم سوف نضعها في الماء سوف نضع هذه الفورات الثانية ثم سوف نضعها بالماء بارد سوف نضعها ونحلوها في الماء سوف نضعها بالماء فستخدمها بالكبع رقيق ممكن تحلوها بالظهر المغرفة فالسيدة ربحة في حلاتها بالظهر دي المغرفة اللي هو رقيق ذاك الاخر دي المغرفة اللي هو رقيق لانها قاتلك باش ما تتعجج وفعلا انا يا وضعت هاد العود هادا وخدمني يمزيان فكتتحل بلا ما تتعجن كنضيفه الماء يعني كيمية مهمة من الماء كنضيفه عليها وكنخلي واحدة كتشرب عليك الماء بعد ما كتبرت فكنحلوها بليدين دينا بطبيعة الحل كيف ما تشوفوا معي يرأي محلولة ففعلا طريقة ناجحة مليون بالمئة يعني رائعة جدا وكتجي زوينة بزاف وكتجي رطبة وستير في تعويضها الاخرى سوف هنا بعد ما شرب هادا كل ما اللي سقيت بها الشعرية كنعود نوضعها في كس كاس وغادي تفون فورا الثالثة ودائما غادي نخليها 15 دقيقة فوق النار وننزلها سوف هنا بعد ما فارض الفورا الثالثة فهدي هي الفورا الأخيرة وما كتنعودوها بالماء فالسيدة لابحا ما عودتها بالماء فقط نزلتها في الكس كاس وغادي نوضع ليها كيمية من زبدة كسب قحتية حسب الضوء والرغبة ثم غادي نضيف لها الجوج معالق دي الساندة وحتى السكر كيبقى حسب الضوء وحسب الكمية اللي عدنا دي الشعرية وكندوب مزيان هاد الزبدة في الشعرية وكذلك السكر حتوتي دوب الشعرية سوف يوم اللي غادي نحس بأن الزبدة هي دابت في صفة فغادي نجيب كس كاس وغادي نعود نوضعها في كس كاس وغادي نخليها كتفور عشر ديالتقائق فلما غادي نوضع هاكا تفور في الكس كاس غادي نخليها تفور هنا غادي نوري لكم الطريقة أنا غادي نديرها مدفونة ما غاديش نخليها عادية يعني غادي نديرها مدفونة مش تكون وجبة اللي هي متكاملة فغادي نوضع كمية مدجاج اللي غادي تشوفوا معايا وغادي نطيب لي المرق دياله بعد ما غادي نوضع هايا فوق النار بالنسبة للدجاج عندي هنا كمية من الدجاج كتبقة هي حسب الرغبة يعني تقدروا تكتافيه بالقليل أو كتير على حسب اللي بغيته عندي بصلة كبيرة لشلطها رقيقة وغادي نوضعها فوق الدجاج نجوش فصوص من التوم غادي نقوم بالبشر ديالهم شو ما عندي واحد ربيطة دي القصبر ومعدنوس كنوضعها صينة الملح حسب الضوق قليل من الفلفل الأسود واحد نسبة للعقة صغيرة نسبة للعقة من سكين جبير أو زن جبير نسبة للعقة من الكوركم خرقوم البلدي قليل من القرفة واحد ربع من علاقة ديال القرفة دقوقة ونضيف هنا صلصة الحارة التي تعطيها مدقرة لأكل ديالنا واللي سبق لي نزلتها على القناة شو ما كنضيف نصف كأس من الماء فقط وغادي نحرك جميع المكونات وغادي نوضع التنجرة فوق النار على عافية مهيلة وغادي نخليها حتى تتقلة شوية فذك العطرية مع البصلاع والربع والماء وقد دخل للتوابل في الحمد للتجاج ونرجع معكم هنا بعد ما تقلل شوية الحيمة ديالتجاج مع البصلاع والتوابل فهذه المرحلة هذي غادي نضيف زيت زيتون كنضيف واحد جمعة الكبار فقط وغادي نغطيها للطنجرة غادي نخليها على عافية مهيلة حتى كتطيب وكتعقد هذيك المريقة بفعل هذيك البصلاع وكتطيبوا الحيمات مزيان وكنزلوا كناخدوا اللحم تنحيدوا منه العظام وكنخليوا المرق بوحديته بالنسبة لي عندي زبيب عندي كمية من زبيب اللي اغسلتها بكتاف الماء وغادي نضعفه حل كاسرنا غادي نضيف لها القليل من الماء وقليل من القرفة ومنعقة صغيرة من العسل وغادي نخليها فوق النار وغادي نضيف لها ربع كاس من الماء وكنخلي زبيب كي تعسل مزيان صافي هذي الضغميره اللي غادي تكون بعد ما طابت سفة دينا غادي ناخد كمية وضعها في الصحن للتقديم غادي وكان وضع الدجاج اللي بعد ما زويتلي العظام ما كان صوصيهم من العظام ثم غادي نضيف لها السبيب اللي عسلتو وكنضيف الضغميرة اللي بقات ديال الماراق اللي كتكون صافية بقات غير الضغميرة خاترة كتعطي مدقرة يعني هدف هذه كتجيزوينة بزاف صراحة أكلة المفضلة هي هذه تكون بحالي البنات اللي بحالي تخليها ليه في تعليق ثم كنضيف ما سبقه من الشعرية السفة أو السفة الشعرية وغادي نزين طبق ديالي بقرفة وصكار وحبات من الكوكا وتقدروا تزينه باللوز زينه بأي حاجة عندكم أنا عندي كوكا وزينت به كما كتشوفو فكيجي عدواء السفة ديالنا كتجي عليها تشكل هذا نتمنى أن الفيديو اليوم يكون لإعجابكم طبيعة الحال إلي عجبكم ما تساونيش من لايك ولا كنت تجدد على القناة ما تنسوا اشتركوا معي في القناة فعلوا انشارات باش واصلوا بكل جديد ومن قليل إلا نودعكم وإلى اللقاء